نروح لمباراة الاهلي واسموها النهاردة ومباشرة هنبدأ بكهربا كهربا النهاردة كان الرهان الخطير لمارس الكولر مشاركته أساسيا أكيد رهان صعب جدا لعب أكتر من سبع شهور ما يلعبش ويلعب النهاردة أساسي فيصنع هدفين ويسجي الهدف الفارق اللي عمله كهربا في مباراة اليوم واحد الفنش تقولك الكواليتي يبدو أن الأهلي مش يبدو مؤكد أن الأهلي عنده أزمة كواليتي في إنهاء الهجمات عنده أزمة كواليتي في تحويل الفرص المحققة لأهداف نهاردة كهربا الغائب بصة كريم دايما تيجي تتكلم على أنا قلت لك كلمنا هنا مبارح قلت لك كهربا جاهز جدا بدنيا طبيا فنيا جيد في التمرير لكن تقدر تحكم على جزء لأن الملعب عنده كل شيء أكيد مفتقد حساسية المباراة الرجل بقاله سبع شهور ما بيلعبش لكن تم إبدال الحساسية والكواليتي طبعا دول الخمس حاجات اللي يخلوا اللعيب يقد بشكل ممتاز كواليتي الموهبة ما بتروحش لكن الرجل مفتقد حساسية المباراة هذه الحساسية تبدلت بالرغبة اللي كانت عند كهربا النهاردة فدي خمس عوامل افتقد منهم كهربا واحد بدلوا بعامل آخر فظهر بالشكل ده لو جاهز معنا الكورة بتاعة الهدف اللي سجلوا كهربا مش الأساست لأنك الأساست كان فيهم شوية التوفيق لكن فيهم كانت حركات هنشرح لكن عايز يشوف الكورة بتاعة الهدف بتاعة الكهربا واقولك الكورة دي اتعاملت السنة دي كم مرة يعني جيم فراد صريح بالشكل ده كم مرة السنة دي وتسجل منه كم مرة واقولك رقم غريب جدا بصة كريم دي بداية الهجمة التحرك لقى طبعا دي بداية الحالات لا يرجع بقى خلينا نتكلم على الكهربا في حينه بس خلينا نشرح الهدف التالت أجمع اه الهدف لا لا انا عايز نشرح دي ونروح لكهربا بما ان ده الجاهز بتلتيبه يعني ماشي ارجع لي دي من اولها لو سمحت من اولها نرجعها من اولها بصة كريم عشان وقف هنا هنمشي دي بالراحة لان اللي بعدها هنجري نفس الشكل بصة كريم الموجة الجديدة وقف بس هنا وقف صورة بكسر وقف بصة كريم الموجة الجديدة للنادي الاهلي في مبارياته الاربعة الاخيرة وده اللي عمله كولر بعد التوقف الاهلي متواجد في التلت الأخير من ملعب المنافس خاصة في الشوت الأول بست لاعبين على الأقل وراهم حامل حمة مين حامل حمة اليو ديانج وقل لك أرقام اليو ديانج في مباراة عادية جدا اليو ديانج الان ده كان طبعا قدم مباراة جيدة لكن سموحة ما كانش بالشراصة اللي تهدد اليو ديانج لكن النهار ده هقول لك شوية أرقام اليو ديانج والمفاجأة أنه كان الأفضل في كل شيء اليو ديانج ففي ستة وراهم بيحمي ظهرهم دايما اليو ديانج ده الشكل اطلع بقى كمل كمل الهجمة كمل الهجمة ده طبعا الهدف الأول تحرك من كهرباء لا توفيق من هاني سليمان وكمل الجول هات للهجمة اللي بعدي بص يا كريم بس وقفين وقفين بص كامل عيبة كريم أنا مجيبتش حاجة اتنين اربعة ستة ستة كمل بقى الهجمة كمل الهجمة ده الهدف كهرباء استحواز باص تزديدة لا توفيق من هاني سليمان الجول التاني للنادي الأهل وروح لللي بعديها بص وقف هنا وقف رجع معيش تاني ارجع تاني على الاخر فريم ده ارجع تاني على الاخر فريم بصها كريم بس وقف هنا وقف هنا بص مين هنا مين آخر العيد في الكادرة كريم ديانج خلينا نقول لك أرقام ديانج قبل ما نروح لباقي الحالات او الشغل اللي اتعامل النهاردة من النادي الاهلي خلينا نقول لك انه اليو ديانج عدد تمريرات الصحيحة ستة وخمسين تمريرات في المباراة هو الافضل قطع تمن تمريرات وهو الافضل استعاد الكرة التانية النهاردة سبع مرات وهو الافضل مراوغاته الصحيحة خمسة وهو الافضل استخلص الكرة سبعتاشر مرة في تسعين ديانج بارح كنا بنتكلم على رقم خرافي لبلاتي توري في المباراة الافضل لبلاتي توري في الموسم سبعة وعشرين استخلاص في مئة وعشرين دقيقة النهاردة في مباراة اتهادية جدا لأليو ديانج حامي حما كل الشغل اللي بيعمله عايز زفة عليك خبر مهم جدا انا معايا من ثلاث لاربع دقيقة ايه ده ايه الخبر ده كل ما تبقى بقى بسرعة تعالى نلحق طب بقية الحالات فالموجات اللي بيعملها كولر بص واقف هنا تاني واقف تاني واقف تاني واقف مش مهم معايا من ثلاث لاربع دقيقة مش مشكلة هنا كامل عيب خمس لعبين على الال ولما الهجمة تكمل هيبقى ست كمل 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 لانا هكلمك على المجموعة السلسية اللي بيعملها ناحية اليمين والكروس والزياد بص هنا تاني واقف واقف كامل عيب خمس لعبين جوال 18 ده في ايه فهجمة مرتدة الاهلي لسه مجمعش وعمدش ست بلاي بيلعب هجمة مرتدة الحالة اللي بعديه يلا الحالة اللي بعديه على طول بص يلا بص انا كري واقف 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 تاني واقف تاني نمط واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ست ست لعبين اي فريم في هجمة منظمة للنادي الاهلي هتلاقي فيه ست لعبين عارف نيها دي بقى عطول ست لعبين هاتف الستة اللي بعضو يلا اللي بعديه اللي بعديه اه انا بابا نفسي اخن منك كل حاجة قبل ما تمشي يلا فمش هجي حاجة توقع من بص هنا الكاونتر الكاونتر كامل 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 بسرعة كامل بسرعة هنا ده الجول التالب بتاع كهربا عشان اشرح لك الجول يلا بص بقى واقف هنا وقفوا لا ارجع ماليش عند حسين تاني ارجع عند حسين عشان حسين لازم اثني عليه حتى لو في عشر سوين حسين الشحات بيقدم مردود ممتاز للمباراة الستة او السبعة التوالي من وقت مشاركته وده اللي مخلي كولر واصق فيه تماما واصق في الجبهة اليمين الرئة الجديدة اللي عملها كولر وخليني اقولك ارجع تاني كده لكل المدربين اللي فاتوا ايه الجديد اللي اضافه كولر دايما افضل جبهة عند النادي الاهل جبهة يتعلم علوله اي جناح قدامه عشان قربنا من كاس العالم وقدامه حسين الشحات وقدامه حسين الشحات كمل بقى حسين والتصرف في الكور القرار داي امريكا مع القرار تمويه الباس والفينيش والفينيش لازم اتكلم علفينيش كتير جدا يا كريم انت عارف انه دي الاهل جاله تسع كورات شبه دي تم تسجيل كم كورة منهم واحدة لا واحدة من تسعة واحد من تسعة النهاردة الرجل المفتقد حساسية المباراة وانا تبرزك اهمية الكواليتي اهمية الكواليتي عند اللاعبين لما اتكلم الراجل جاله واحدة ما فكرش داخل قفل عليه اثنين حط الكورة الفينيش بمنتهى البساطة لانه مجاهز ايعمل ايه بشينا بقى شهلة يعني خلاص القصة بسيطة جدا اخر حاجة كريم انا عارف نوقتك بيجري لا لا براح طي اه مانا بتاعديا ونش او براح بصة كريم مهم جدا نتكلم النهاردة على صفقة النادي الاهلي الجديدة اه كريستو لأ خلني اتكلم على دي على كهربا وانه كهربا يا كهربا يعني اثنين عليك فكورة الجول لكن مهم جدا انك تبقى مجهز القرار قبل ما تروح للقرار السهل بالتمويه طبعا بص ممتاز من احمد عبدالقادر كان ممكن عندك حلول كتير يا كهربا افضل من التمويه والشو يعني نصيحة الكهربا ارجع تاني للشكل بتاع الانهاء العظيم اللي انت عملت به الجون الاول والفينيش العظيم